اشتركوا في القناة واتجهنا ان نتسلف عشوائيا او العروض اللي يقدمون لياها او اللي يقدم لك الكريدت كار او غراءات اللي هي الاستهلاك والصرف سواء ان كان زواج سواء ان كان عيد سواء ان كان رمضان تي المبالغات هذه ومبالغة وتي مرات انك انت تكون عليك التزامات مالية شوية بعد تكون تأذيك وتعك فطبعا بالنسبة للديون لازم نحن نقسم ونشوف شو هي انواع الديون وطبيعة الديون واللي مفروض نحن نلتزم فيه خلال طبعا جلستنا وياكم السابقة نحن مرينا على احتياجاتكم ككل يعني شو بغيت انتو تأخذونه والوضع اللي انتو موجودين فيه فالحين ان شاء الله بنتكلم عن نقطة نقطة بالنسبة للديون وبالنسبة لطبيعته طبعا نراتبك ما شاء الله اللي هو العشرين الف وانتي ما شاء الله ربط بيت وعيالكم طبعا ما عندهم انتزامات مالية بس على ما اظن انتزامكم المصارف العادية طبعا بس انتو انتزامكم الاساسي الكبير اللي هو قرض البيت اللي ماخدينه من احدى البرامج الحكومية لكن ما شاء الله عليكم عشرين ولا خمسة عشرين سنة تقريبا خمسة عشرين سنة خمسة عشرين سنة مريح بالنسبة لك والقصد بعد مريح من الراتب اذا هذا بعد يعتبر بالنسبة لك استثمار كثير من الناس يخافون بالنسبة لعملية اللي هي القروب وبالنسبة لعملية اللي هي التزام المالي الطويل ويحس يقولك انا على ظهر يدين لكن بالعكس طبعا ما شاء الله عليك خطوة طيبة انك انت استثمرت وشريت البيت هذا وتدفع عقصات لان هذا ما شاء الله عليه البيت قلت لي تحدد له سعره مليون وشوية مليون سبعمية لكن بعد عشر عشرين ثلاثين سنة البيت هذا بتكون يعني بيكون سعره كبير كأنك استثمار كبير سويته فهذا الالتزام لا بأس فيه سيارتك انتي ما شاء الله عليك قلتيني متى بيريح اطيح الآخر قرض عليك يعني تقريب سنتين بيخلص القرض اذا اذا خلص القرض ما شاء الله عليها السيارة طبعا نخليها فترة طويلة وبنتكلم عن عملية اللي هي شراع السيارة عقب لك مثل ما اتفقنا على الأقل بتخليين سيارتك عشر سنين صح يعني ما بتردين مرة تانية تشتريين سيارة عقب ثلاثة اربعة سنين لان اكثر ناس هذا هو التوقع الاساسي عنده بردنا وبشتري سيارة ثانية وبرجع مرة ثانية ادفع اقصاد عليك طبعا صيانة السيارة وترتيبها وهذا متكلم عنها بالنسبة له شو سويت في الكريديت كات خلاص عندك ثلاثة قصيت اثنين من المقطعيتهم باقي واحد عندك هذا اللي باقي واحد عندك طبعا انت شليت كل الديون اللي عندك على البطاقات ويمعيته في دين واحد وروحنا بياك البانك وخذيت قرد واحد يكون تسدد البطاقات هاي وبقى عندك واحد الحين ما شاء الله بعد البطاقة اللي عندك كانوا الحد اللي يعطينك يا اللي هو ستين الف تتسلف ستين الف شوية تعبتك ها تحطوا عليك ديون وكل سنة كم تدفع من الديون عليها والفايد اللي يحطونه احين بطاقتك هاي مثل ما قلنا يكون الحد مالها فقط اللي هو عشرين الف يعني هاي هي اكثر الاشياء اللي نحن ننظر لها من ناحية الالتزام المالي اللي عليك ما شاء الله عليك بعد ما سوينا الميزانية ومساعدتها ما شاء الله وما شاء الله العيال اظني مصاليفكم بدت الآن شوي تنضبط وبدت عملية الصرف والاستهلاك ما بالشكل السابق فأظني بتتجنب الحين تسحب على المكشوف من البنك صح تاخد راتب الشهر ليه وتصرفه حين ها هاي ما بنسويه مرة ثانية اوكي لانها هي بعد بتسهل عليك وطبعاً اذا سحبت على المكشوف الفايد اللي يعطونك يحطونها عليك هي اكثر من المتوقع وهاي دايما تكون تجيلة بالنسبة للشخص ما يستحملها يعني ما شاء الله عليكم ودايما العروض اللي بيتصلون فيكم الناس اللي في البنوك او في الاماكن هاي دايماً نحاول انتبه شو هي بالضبط شو قاعد يقدم لي وما يقول لي والله هاي انا بعطيك قرض بسيط وعليه بطاقة عشان تتمشي نفسك فيه فهذا يعني صعب عليك ما شاء الله عليهم ومدارسهم الخاصة مثل ما تكلمنا عن الالتزامات انت حين بتسوي بترتب مع المدارس اللي هي الالتزامات ربما ما بعد له هي الشهرية ده كانوا يسمحوا لك حيث تدفع شهري وما تتعب اي ما تدفع عند تكون الهمشة الكبيرة وترتبها بالطريقة هاي حسبنا لك التوفير وهي بعد نتكلم فيه كيف يكون فحين ضبطنا المصروف ضبطنا الميزاني ضبطنا التزامات البنك اللي هي هاي الحفرة العودة لان دين بطاقة الاعتمان كان ياخذ من عندك جزء كبير وكان متعبنك اكثر فيعني هاي بتكون ويت صعب عليك فالحمد لله شريننا بطاقات الاعتمان خففنا من باقي الديون الثاني البيت تملكها الحين اذا ما عندك انت اي اشكالية ثانية ان شاء الله يوم بهي وقت المشروع الثاني اللي تبا تسويه واللي تبا بعد مولة هذا بعد نتكلم عنه في حلقة ثانية في وقت اخر يوم بكون عندنا الوقت اللي ناسب لان عملية المشاريع بعتبال الدراسة وتبا الرؤية والنظرة ويمكن بعتكونوا شركاء انكم كيف نحن نسويه البزنس الخاص هاي ظني منيتش انت تذكرين شو كنت بنت سوي الخياطة ولا شو كان دار الازياء اه ماشاء الله دار الازياء ذوقها حلو ماشاء الله وظني بتتوفقون اذا سويتوا المشروع وتدعمها لازم تدعمها يمكن يدير لت المشروع جزئيا عندكم استفسار ثاني بالنسبة اللي سونا من خاصة من الديون ولا غطيناه كامل بفضل نسبة للمشروع اللي ندلش يعني متر الوقت المحدد يعني نقدر فيه اننا بلش بالمشروع معتاركم الديون الموجودة عندي هاي بعد رغم سونا لها الميزانية نعم نحنا طبعا شو نسويه نسويه بعد ما خلصنا الآن الجزء الخاص ورتبنا لك المديونية ونبدأ نشتغل ياك على دراسة الجدوى كيف تبدأ المشروع كيف ترتب له شو الاحتمالات اللي هي موجودة انت شو هي الفنيات اللي عندها تبدأ تستعين في حد من براء هل تبدأ تصميم الأجزائكم من البيت حتى تأخذ المكينة تأخذ الأشياء كيف ترتب له وخلالها راح نسوي لك الطريقة بحيث انك انت الالتزامات تروح من عندك وفي نفس الوقت ترتب نفسك كيف انك تبدأ في المشروع فالله يوفقكم وماشاء الله عليكم يعني هذه مرحلة رائعة ومشكورين استضافتون اليوم عندكم في البيت اشتركوا في القناة